انظمة اخرى ايضا مفتوحة المصدر تقدم الخدمات التي يقدمها نظام جوجل مثل نظام زينبرا الذي يدعم الميل سيرفر والكولبوريشن والشيرينج لكيومل نلاحظ ان هذه الانظمة تم تغطيتها بالنظام على سبيل الميسال نظام مهارة هو نظام من اشهر الانظمة المفتوحة المصدر التي تدعم الابرتفالي والسوشال نيتورك والفريسكو يعتبر كربوزيتوري قوية وجيدة جدا لان يكون متوافق مع البواب التعليمية لامس ايضا هو نظام مفتوح المصدر وله منحة الان جديد ومتسارع في انشاء learning activity management system والايميل كما ذكرنا وسمارت ميتنك ايضا هو نظام open source مبني على تقنية التي تسمى red5 technology flash server ايضا هو platform open source اضافة الopen ldab الذي هو يمثل الauthentication والابات server tomcat واللينوكس syntos جميع هذه الانظمة نلاحظ انها تعتمد على ما تسمى انظمة مفتوحة المصدر وتعمل مع بعض بشكل متكامل وهناك قابلية كبيرة للانتغريشن فيما بينها ماذا توافقية نظام model نلاحظ ان نظام model يتوافق مع كثير من الانظمة العالمية وهذا مثال فقط على مستوى البرتفيلو والربوزيتري ممكن ايضا يتوافق مع مهارة مع جوجل الاثرينج تولز ممكن بكل سهولة انتوافق نظام model مع course lab lamps second life وCMS ايضا ممكن مع جملة مع الفريسكو وايضا الفريسكو ايضا يعتبر البرتفيلو اضافة لذلك ان model حاصل على المعايير العالمية في scorm وهي معايير بناء المحتوى scorm certified وIMS cg2 من يستخدم نظام model حول العالم نلاحظ هذا هو مخطط لتوزع النقاط الحمراء تمثل توزع نظام model حول العالم وكما تلاحظون ما زالت المنطقة العربية صحراء قاحلة ونأمل باذن الله من خلال نشر هذه الثقافة الopen source ان يكون هناك تطبيق فعلي كبير لنظام model وخاصة في القطاعات التعليمية لماذا استخدمت العديد من منشآت التعليمية نظام model حول العالم هناك عدة مبررات كافية ومقنعة لجميع الجهات التعليمية التي دفعتهم لترك الانظمة المغلقة والانظمة الكثيرة ليست open source وخاصة انتجه نحو الopen source وخاصة model لعدة اسباب لانه اولا يجمع بين قوة التعليم ونظام ادار التعلم وقوة البرامج التي تدعمه في بناء المقرر لاحدث المعايير ايضا يقوم على تطوير model وهذا هو مفهم الopen source بشكل عام عدد كبير من المطورين حول العالم منذ اكثر من عشر سنوات وهذا مما عطاه انتشارا واسع وايضا ما يسمى خبرة كبيرة في اضام المس هناك انظمة المس كثيرة لا تعد ولا تحصى ولكن model يعتبر من اعرق واقدم وممكن الذي يسمى popular اكثر بذلك اضافة لذلك انه full customization قابل للتخصيص بكل سهولة نظام model open platform ممكن ان يعمل على نظام linux ممكن ان يعمل على نظام os windows ويدعم جميع قواعد البيانات مثل cql server و mysql و oracle وغيرها من انواع البيانات يشاركه العديد من التطبيقات او سهل الترقية بكل سهولة اضافة لذلك ان نظام model يدعم اكثر من 75 لغة عالمية ومن ضمنها اللغة العربية التي نفتقرها حقا في تطبيقات الحديثة للويب 2 ننتقل الى بعض الاحصائيات قبل ان نعمل جولة استعراضية في model هذه الاحصائيات تقرير شركة gild research او e-learning gild وهي ليست تقريرنا لكي لا نقول اننا ندافع عن model لاننا وكلاءه في المنطقة العربية بل هذه شركة معروفة هدفها البحثة هذه الاحصائيات اولا الماركت شير بالنسبة لانظمة ادارة المحتوى lms كما نلاحظ model على طول يأخذ القائمة الاولى في ذلك ويتبعه نظام blackboard النظام المغلق او النظام التجاري كما تلاحظون حسب الاحصائيات عدل المستخدمين ان model هو الذي يتصدر القائمة الاولى المستخدمين لانظمة ادارة التعلم بين عامين 2007 الى 2009 نعتبر 2008 العام الدراسي و 2009 العام نلاحظ ايضا ان نسبة من يستخدم انظمة ادارة التعلم هم من يستخدمون model 2008 كانت 19.8 بينما blackboard كانت 18.4 عام 2009 هناك قفزة كبيرة نلاحظ انه وصل للعشرين وتم انخفاض نسبة مستخدمي blackboard وهناك كثير من الجامعات اعلنت عن عن الانتقال من انظمة المغلق او مثل نظام blackboard واتجهت نحو نظام model لعدة اسباب كانت مقنعة لهم ايضا بالنسبة لل cost او ال average كما نلاحظ model على طول في جميع الاحصائيات يكون هو الاقل تكلفه ونلاحظ ذلك خاصة اذا زادت القيم او زادت المستخدمين ايضا هناك استفتاء قامت بها الشركة جيلد ريسيرج نلاحظ ان نسبة المصوطين الى نظام model تجاوز ال 20% من باقي جميع الانظمة بينما الانظمة الاخرى مثل نظام blackboard الذي يعتبر النظام الاكبر شركة تجارية تقدم انظمة ادارة المحتوى انخفض الى 13% وهكذا اي خلاصة هذه التقارير والاحصائيات تدل ان توجه العالم كله اتصبح باتجاه نظام model الذي ينوي الان يخطط لنظام ادارة محتوى ومن يستخدم كان انظمة سابقة الان يقوم بعملت الميغريشن او الرحول الرحيل الى نظام مفتوح المصدر وهو نظام model العالم هذه احصايات من موقع model ايضا تدل على عدد المواقع المستخدمة model نلاحظ في البدايات كان بداية model بسيطة ولكن خاصة السنوات الاخيرة نلاحظ ان المنحن البياني يتسارع جدا الذي وصل الى اكثر من ثلاثة مليون خمسة وثلاثين مليون ومئتين الف او ما يقارب ذلك ايضا هناك ناس نسميهم محاربين الopen source اعذار كبيرة لماذا لا يستخدم model يتهمون model انه لا يدعم العدد الكبير من اليوزر والداتابيس ضعيفة وما يتبع ذلك وهو تجريبي او ما يتبع ذلك وهناك هذه الاحصايات تثبت عكس ذلك نلاحظ صحيح انه من الصفر الى العشرة يوزر هناك ما يقارب 13323 سايت وهم ممكن ان نعتبر ان هذه مواقع تجريبية صحيح ولكن لو نلاحظ عدد اليوزر من المئة الى الخمسمائة ممكن هذه تصنف مواقع مدارس ولكن فوق الخمسمائة الى الالف هذه مواقع جامعات ممكن نصنفها حتى ان نصل الى الخمس تالاف حتى ان نصل الى عشر تالاف نلاحظ عشرين الف يوزر هناك 223 سايت عندك اكثر من ثلاثين الف يوزر في هذا الموقع او من يستخدم مودل في نفس الدومين الى ان نصل هناك مواقع تصل اربعمائة الف وهناك مواقع خمسمائة الف الى ان تصل الى مليون يوزر اي هناك مواقع عالمية موقعين يستخدمون اكثر من مليون يوزر في نفس الوقت اتوقع هذا عدد كافي لقناع من يقول ان نظام مودل او يقول ان الداتابيز لا تدعم ذلك بل هذا يعتمد على ماذا يعتمد على الاستراتيجية الحقيقية لبناء هذه المنظومة للتخطيط الصحيح حيث نظام مودل يبقى انه وبالتالي لا يعني انه اوبن سورس ان ناخذه بعدم الاهمية الكافية لتأمين البيئة الناجحة لذلك ماذا نقدم نحن الشركات التجاري او ما يسمى مودل بارتنور لنظام مودل امر طبيعي وهو ثقافة مجتمعنا الحالي انهم يقولون ان نظام مودل فري اوبن سورس ما هو دوركم طبعا للمستخدم التجريبي لا دور لنا ونحن ايضا من خلال موقعنا سعودي مودل نقدم خدمات اشتركوا في القناة انهم تعملوا ekانا